ورجعنا من أكاديمية الشرطة ومحاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك والتعديل الوزاري الجديد وزيارة الدكتور محمد مرسي لبرازيل التجربة برازيلية وما يعني ممكن إزاي نستفيد منها والتعديل الوزاري الجديد ما المنتظر منه أسئلة كثيرة بتدور في أزهان كل المصريين حوالين ما يحدث في مصر من أحداث سياسية طول الوقت النهاردة هنسأل الأسئلة دي لضفتنا اللي هيكون موجود معنا في الستوديو نحاول نعرف منه إجابات أو شوية تفسير للأحداث التي بتحصلوا للتعديل الوزاري والتجربة البرازيلية نحاول نحن نستفيد منها يمكن نعرف نطبقها وتنهض مصر مرة أخرى هيكون معنا نهاردة الأستاذ محمد عيسمت مسؤول الطبعة الثانية بجريدة أشرو صباح الخير يا أستاذ محمد نورتنا وكيف ترى زيارة الدكتور محمد مرسي رئيس مصر الحالي لبرازيل يعني هو من ناحية المبدئية الواحد طبعا نازم أو يؤيد يعني قامت علاقات مع دول أخرى غير أمريكا عملنا دلوقتي توسع كبير جدا في الزيارات يعني عدد كبير من الزيارات هذا الحقيقة حصل فعلا بس نتائج لسه ما وضحتش لنا يعني هو كده يعني اعتقد رئيس مرسي بيحاول يخرج من دايرة كان الرئيس الراحل السادات رسمها أن أمريكا بمتلك 99% من أولاق اللعبة في المنطقة وده الحقيقة خلانا يعني جزء من المخطط الأمريكي أو السياسة الأمريكية في المنطقة ما كانت شيرينا قرار سياسي حر في المستوى الخارجي وده بالعكس حقيقة داخلية يعني أي دولة في العالم قرارها الخارجي بيكون يعني تعبير عن مجموعة تفعالات داخلية ومجموعة أوضاع داخلية فمن أيام السادات إلى سخوط حسن بارك إحنا كنا ماشيين في الفلك الأمريكي بطريقة الحقيقة يعني أضرت جدا بمصالحنا الاقتصادية والسياسية والقومية أضرت كتير الحقيقة جدا وعالقالت برضو يعني خطوات كانت نفروض نقوم بيها عن قضية الفلسطينية أو مع إيجادة صلحة للعالم العربي قزمت نفوزنا في المنطقة كان فيني فئة يعني أخطاء كتير جدا ارتكبت ببناء على استراتيجية السادات إن هو أوراق اللعبة كلها أو 29% من أوراق اللعبة في المنطقة في إيد أمريكا الحالية فيه محاولة خروج من الدائرة السادات اللي أسمى السادات دي لكن لو حبينا نخش بالتفصيل أو يعني بخطوط عامة مبدئيا يعني حوالين زيارة الرئيس مرسي البرازيل التجربة البرازيل هي عيدة عننا خالص عن توجهات الإخوان تماما يعني لها بتعناقض الزيارة يعني حصلت بس للتوسع جغرافيا ولإثبات إن إحنا بنحاول نتواصل مع الدول اللي كنا منقطعين عنها بقالنا فترة أنا مش عاطلت نحق حكم يعني نهائي على تجربة الرئيس مرسي لا أنا مش نحق ما بنحاول نفصل بالصباب مرسي أو يعني نفصل التفسير النهائي هو لسا حقي الخطوة في أولها فصعب إن أنا أقدر أقول يعني أقطع برأي حاد وبات في ماذا سيحدث بعد ذلك يعني أو أي نتاج مترتبة على الزيارة دي لكن هناك مجموعة تساؤلات أنا ممكن أترحها دلوقتي أولا تجربة برازيلية كانت قامت من قبل الرئيس الحالية دلما روسيف كان فيه رئيس لولا دي سلفا هو اللي بدأ النهضة البرازيلية الحقيقة يعني قبل لولا دي سلفا ده كان هو رجل يساري كانت برازيل كانت هتبقى تعلم إفلاسها نتيجة مجموعة سياسات العسكريين مع رجال أعمال فاسدين في برازيل سنوات طويلة جدا كانوا الحقيقة مستوى البقس والفقر والديول الخارجية كان مستوى الفاسد كان عالي جدا جدا ومتفشي جدا في البلد برازيل كانت على وجهة كانت إفلاسها كانت إفلاسها عن الدولة بتنهار لولا دي سلفا الحقيقة هو رجل يعني يعتبر يساري باسمه ماركيسي يعني هو يساري يطبق سياسات اشتراكية مع الفقراء لكن في نفس الوقت أعطى للشركات الكبرى البرازيلية إمكانيات واسعة جدا للعمل بقاليات السوق وقاليات التحالف مع القوى الغربية مع دول الرأس المالية كان علاقاته جيد جدا مع بوش مثلا بوش كان أخسر يمين الأمريكي وهو راجل يساري هو كان برجماتي أو يعني تعمل صالح بلاده اللي هو اللي سلفا اللي قبل الرئيسة فتح سوق العمل قصاد رجال الأعمال اللي معهم فلوسوا حابين هما يعملوا اقتصاد اخذ مثلا شركات سيارات العالمية كانت بتنتج في البرازيل مارسيليس شوية ماركات يعني معروفة طبعا وهو حظه برض البترول وكتشف كيمات جامدة جدا في البرازيل فوفرت سيولة مالية الوقت كان هو اقتصاد كان على وشك الانهيار بقى قوة السبعة أو الثامنة أو العشرة في العالم من ناحية الاقتصادية ومؤهلة يعني في الأخير السن القادمة تبقى للدخصات البرازيلية يعني أن تقوم دولة الثلاثة الأولى في العالم على مصار يعني بنتكلم على دولة مرت بظروف صعبة جدا جدا وتقشف عالي جدا ولكن قدرت أنها تنهض بسرعة أو في وقت يمكن يكاد يكون قياسي وعلشان كده إحنا بنحاول إن إحنا نطبق هذه التجربة هنا في مصر هل تعتقد أنه من السهل تطبيق هذه التجربة أو التجربة البرازيلية في مصر؟ صعب جدا يعني هو أصل لوليد سيلفا خلفية وغير خلفة رئيس مرسي وعلى المناسبة يعني الرئيس الحالية اللي هي روسيف دلما روسيف هي كانت وزيرة الطاقة في عهد أو في حكومة الرئيس لوليد سيلفا هو كرجل ديمقراطي جدا الحقيقة أفسح المجال لكل التائرات أنه تعبر على نفسها في البرازيل وبالتالي برضو وكان في فسات حصل ودى المحكمة يعني هو كان لوليد سيلفا وروسيف خلفته روسيف يعني هم ستشاره السياسي حاليا لوليد سيلفا هم ستشاره السياسي لروسيف هم عملوا تجربة الحقيقة بإمكانيات لا تتوافر لمصر يعني الإمكانيات كان شكلها عامل إزاي أستاذ محمد يعني اقتصادياً شكلها عامل إزاي عشان تقدر تنهض في الوقت القياسي هم مثلا عنده من نهر الأمازون هناك في مية تنير خمسين مرة فبالتالي عنده إمكانيات الزراعة غير عادية وعملوا تقنيات عالية جداً في الزراعة ده الرئيس مرسي راح يبحثه هناك الحقيقة هو بيبحث إزاي بيعملوا نهضة زراعية وإزاي بينتجوا محاصيل وإنتاجيات عالية جداً هو بيحاول يعني الرئيس مرسي لا وعنده من الزراعة متوفرة والمية موجودة فتعلم وعمل مشاريع زراعية ما في السودان فيه ما هي كتير جداً بس ما فيش تنمية في السودان هو مليه من أكفلسافة ما في التعاونيات وفي طريقة إدارة المزالع وطريقة التسويق والإنتاج وبحوث يعني بحوث عالمياً إنتاج يعني منتجات زراعية أو شتلات زراعية متقدمة يعني عملوا نهضة زراعية غير عادية في برازيل مع نهضة صناعية عشان نقدر نقرب من التجربة هذه هل المفترض أن نروح هناك لأرض الواقع ونشوف ده حصل إزاي ونقعد مع الناس المسؤولة عن تحقيق هذا النجاح ولا عن طريق أن نستدعي هذه العقول ونجيبها مصر ونبدأ نوريها هو لا يتعرض الحقيقي يعني أنا مش عايزة يعني مش عايزة عارض الرئيس قوي في المنطقة قديمة لا يتعرض أن هو يروح هناك ويستلهم الترجمة ويجيبها بس يستلمها إزاي؟ هو ده السؤال اللي أنا عايزة أطراحه يعني استلمها إزاي هناك فيه يعني كانت يعني بداية البرازيل هو الفقراء هناك كانوا أغلبية كاسحة في البرازيل لحد الفقر المطقع يعني هو خد فرض على رجال الأعمال الكبار ضرائب أربعين في المية وزح على فقرة هل رئيس مورس هي قدر يعمل كده في مصر؟ ده سؤال الطبقة المتوسطة موجودة تقريباً ندي نهار طبع طبع هو هناك رئيس الخيادة البرازيلية من الأول هو حزب العمالي بيحكم هناك فتح أسواق مع الدول الغربية على مستوى ندية مع الأمريكا ومع الدول الشرقية دول المعسكر الشرقية يعني عمل انفتاح على العالم كله لنملك قوة داخلية يملك تأييد شعبي كاسح رئيس دولاسيلفا ورئيس 80% من الشعب البرازيلي بيؤيد سياسة الحزب العمال الإخوان المسلمين لا يملكون هذا العدد تأييدهم يعني فيه عزة أقول لحضرتك يعني يازل يكون فيه قواعد داخلية الشعب يؤيده فيه ناس ضده جدا فيه ناس ضده دولاسيلفا هوا أتاكن فيه ناس ضده كمان طبعا أهى هو فشل ثلاث مرات في الرئاسة دولاسيلفا جاءت ما نجح في الآخر يعني وهو كان ليه ظروف حيئة يعني دراماتيكية عالية قوي هو كان عامل وكان مسح أحزية يعني كان ليه تاريخه مالوش دكتور مورسي أستاذ جامعة العقليات مختلفة الظروف الداخلية مختلفة تمامة لا ينفع أن نقارن ما بين التجربتين ونقدر نطبق التجربة هنا. إلا كان ريس مرسي يعني برازيل وأفريقيا وتركيا يعني ممكن ينجح في التجربة برازيلية إذا تحول إلى اليسار الرئيس مرسي الحل الوحيد يعني هو لن يعمل ذلك طبقا يعني. لأن هناك تاخد أسريب يسار يعني إشتراكية لن يستعي الأخير المسلمين يتحملوها بيعتبروها في فصائل سلافية. بالنسبة للتجربة التركية ما هو يعني مش ساري. فيش طيب. هناك تجربة روسيا غير تجربة برازيل تجربة برازيل يعني هو اقتطع ضرائب بالبقاطية البرلماني أن التخويل الجيه عالية جدا على رجال الأعمال في الغوث سياسية حصلت على رجال الأعمال أنه لازم يدفعوا ضرائب أكتر يعملوا مشاريع أكتر الرئيس وده لأنه كان شعب مع دولة الزلفة ومع روسيف. لا أريد أن نقطة مهمة أن رئيس مرسي لا يمتلك هذه القاعدة تأييد الواسع في الشارع المصري تؤهدوا تخيص قرارات فيها اشتراكية في الآخر يعني هو يعني الأخوان المسلمين تفكرهم مع السوق المفتوحة مع التجارة مع البيزنس هم يعني نفس نظام من رئيس حسن بارك في المنطقة دي. هل تخويل دور الدولة في الاقتصاد يعني الدولة في البرازيل بتدخل في الاقتصاد بشكل كبير جدا بتعيد الدخل القوي بيعاد توزيعه لصالح الفقراء. هل رئيس مرسي هيعمل دوت هل يمتلك يعني هذه الرؤية السياسية اللي يعمل ده دي أسئلة متروحة أنا لا أصدر على رئيس مرسي ممكن يعمل كده فعلا يعني مش بصدر عليه. بس الأسئلة دي لازم تطرح في ظل البروباجندة اللي بتعمل إن الزيارة نكحة وهنأخذ من البرازيل. زي ما هو أبكد رئيس مرسي راح للصين وبرده قال إن هنعمل حاجات في الصين وهي موضوع الصين خلاص شبه إنه تحطف الدرج. مناف الصين يعني. كان نزرر أول زيار للصين رئيس مرسي وما فيش حاجة. لأنه مش مناسب للتوليفة البصرية بتاعتنا. مش توليفة يعني إحنا ممكن نقمع إيم عبد الناصر يعني وإمكانيات يعني إيم عبد الناصر مع مع كل يعيوب يعني الرهيبة الحكم الرئيس عبد الناصر كهو عمل ده يعني استلهم نموذج اشتراكي يشبه لحد ما نموذج لولد السلفة ووزع الفقراء بس كان في يعني ديكتاتورية أو في يعني عدم موجود حريات ديمقراطية وسياسية إيم عبد الناصر دولة السلفة ما عملش ده فتح المجال كل القوة كل السياسات بتتكلم ما فيش حجر على أي حاجة على عكس انتجربت الناصرية عندنا يعني هل رئيس مرسي يتحول إلى اتخاذ بعض الخارطة الاشتراكية مضطرا ده سؤال مطروح على رئيس مرسي ولازم يتطرح بوضوح لأنه مفعش أن احنا يعني نقول كلام عام وشعارات عامة والتفاصيل في الداخل مناغضا هذا الشعار يعني والله كلمك كان مهم جدا فعلا صراحة والوضوح في المستقبل في اللي هيتم تطبيقه يعني في المرحلة القادمة الموضوع اللي شغل أذهان المصريين كلهم كان إعلاميا عامل ضجة كبيرة جدا هو تعديل الوزاري إيه رأي حرك في تعديل الوزاري الجديد أو تشكيل الوزاري الجديد؟ هو كان مفاجأة جدا طبعا بالنسبة للناس كتير وانا منهم ناس زهور يعني 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 مثلا أنا يعني مثلا أنا وزير الزراعة وقيل أن الأمحة في مصر كلمة قال يعني أن الأمحة في مصر انتاج حق نتائج شبه اكتفاء ذاتي والأرقام المتضاربة قاله خمسة وتين في المية قاله تبينين في المية مش عارفين وعندما وزير الزراعة لعمل هذا الإنجاز بيتغير في التعديل الوزاري صحيح ده شيء مش فمتق يعني وموضوع الأمحة دوقتي هو الإنجاز الوحيد أو الكبير يعني اللي ممكن إخواني يعني يبتدوا يستعيدوا شعبيته المفقودة في الشارع فيطوح بوزير الزراعة بدون أسباب الحقيقة فطبعا ده برضو سؤال بيطلح نفسه على فلسفة التعديل الوزاري برضو كان في وزير الاستثمار هو وزير البترول كان فيه في عهده استكشافات يعني نوع ما يعني جميلة كان فيه إنجازات في الاستكشافات جيل الوزير الجديد هدارة برضو فيه عندنا كمان وزير التعاون الدولي الأستاذ دكتور أشرف العربي وزير التعاون الدولي وجي بداله كان مفترض أنه يجي بدال دكتور عمر دراج من الأسماء التي كانت تمتع بصمع طيبة جدا وكانت الناس بتقول أنه كان ممكن يبقى له بصمة مهمة وسريعة جدا في الارتقاء بالمستوى في الموضوع ده ولكن ما حصلش يعني فيه أسئلة يعني غموط حوالين التعديل ده رايح فيه وجاملين لكن هي الأسئلة أو العنوين الكبيرة مسألة الوزير البترول جي معظم شركات الوزارة شركات البترول اللي ها اعترضت عليه مش واضحة لإعتراضات جي حتى الوزير الثقافة لي مشاكل ما لوزير السسمار كان يعني موحلاته لا تسمح له بهذا المنصب دكتور عمر دراج برضو وزير تخطيط فيه حيئة الغاز في الموضوع ده لكن هي هتتحل مع تطبيقات سياستهم الجديدة هل هيحصل تغيرات في السياسة في سياسة حكومة أندير ولا لأ ده يبان في خلال الأسئبية القادمة يعني هتبان مؤشرات ممكن نحكم بيها على الوزارة دي هل هي فعلا وزارة كانت التعديل ده كان مهم ولا كان مجرد يعني الرئيس مرسي قام به يعني لنوع من أنواع أنه بيستجيب للمعارضة الآن عايزين نغير الوزارة وعايزين نشيل النائب العام عشان نحل الأزمة نخش الانتخابات هل ده كان المسألة كانت كده أنه بيجيب وزراء وفيه مشكلة تانية حقيقة برضو أنه أكلم وزراء كتير جدا يعني أكلم شخصات وبعضهم أو معظمهم رفضوا أنه هم يكونوا متوليين هل ده عشان الانتخابات المجلس الشعب قربت يعني طبعا يعني أنا لو تعرض علي وزير دلوقتي فالتالب عطوش وتقوم انتخابات أو ستوش وتقوم انتخابات فهتحرق طيب يبقى ليه من غير وزارة وإحنا خلاص على قربنا على انتخابات المجلس الشعب أنا بسأل معك السؤال ده برضو المعارضة مش عايز تستجيب معنا للدخول الانتخابات ولا عادة تتحور معنا ولا تخش الوطن المرسل دعا إليه وإحنا بنغير الوزارة هو كإخوان يعني فهم بيحاول يكسبوا يعني هدف سياسي أكثر منه يعني حسب هذا التعديل أكثر منه يستهدف يعني إعادة سياسات جديدة لحكومة أنديل يمكن الكثير من القوى السياسية وستاذ محمد كانت بتتوقع وزراء اقتصاد في التشكيل الجديد لكن ده بالتحديد ما حصل وبعدين برضو نسبة الإخوان دي برضو ملحوظة تانية نسبة الإخوان في الوزارة زادت يعني عمر دراج وفيه محسوبين على الإخوان كتير في الوزارة يعني فطبعا دوت برضو يعني هل دوت بيعني إن حكومة أنديل لم تجد يعني من أي من القوى الأخرى أن يخش معها في الوزارة فده بيعني إن فيه استقطاب حد جدا بين المعارضة بين الحكومة مفيش أفق للتعاون بينهم قريب إحنا بنحتاج الحقيقة أكثر من تعديل وزاري من رئيس مرسي بدل يعني وهو بيروح البرازيل ويحاول استهلها بتجارب جديدة أنه يستهلها بتجربة سياسية البرازيلية بدل زي ما يستهلها من التجربة الاقتصادية يستهلها من التجربة السياسية دي بقرطية في البرازيل بكل اللي فيها بس دي هل يمكن تتطابق مع التوجهات والوزارة محبك قلت يعني أنهما كانوا بيتم بقى رئيس كل المصريين مفترض يعني مفترض رئيس مرسي ما بقاش يعني ميول الإخوانية مفروض أنها بتنقطع وبتنتهي بمجرد دخوله القصر الجمهوري هو دائما على طول بيؤكد على ده بس الحقيقة السياسات لا تؤكد ذلك يعني معظم السياسات ومعظم التحليلات السياسية بتقول أن اللي اتخذ خرار السياسي في مصر يعني كلام ما هو غير موثبت الحقيقة إن مكتب إرشاد يدور كبير أو لي بصمة في هذه القرارات الرئيسية دوت محتاج طبعا توضيح محتاج لكنها اتهامات لها قيمتها والإخوان لم يردوا عليه حياء ردود غير مردود إنشائية حياء مردوش ردود تقنعنا يعني فيه كمان يمكن تساؤلات كثيرة بتصار حول هذا التشكيل واللي بتخص يعني المستشار بجاته فقبوله هذه الوزارة قبوله هذا التشكيل يعني أنه يكون موجود من ضمن هذا التشكيل طبعا هو دكتور بجاته المستشار بجاته يعني هو قدرى يعني بدوافعه أو بأسبابه لقبوله وزارة الشؤون القانونية لكن أتصور يعني أن هذا المنصب الوزاري لا يتطفق إطلاقا مع تاريخ المستشار بجاته أو على الأقل لما كان يقال عنه يعني فيه طبعا تقالي كلام أن فيه صفقة فيه حاجات من دي لكن هي بقى قضية دكتور بجاته بقت يعني معركة سياسية حوالين وغامضة الحقيقة حوالين هل هو مثلا دوره في مسألة ما يتردد عن اختطاف الرئيس مرسي أو سجنه أو اعتقاله وهو الهروب منه دور دكتور بجاته يعني أعلن أنه ما عندناش وزير الداخلية أعلى نحن ما عندناش ما يثبت أن الاسم رئيس مرسي كان في السجن ودكتور بجاته ما تدخلش في الحتة دي أو مش ناوي يفتح قضية يفتح الملف دوت هل في صفقة من نوع دوت كان مفترض أن دكتور المستشار بجاته يطلع يعني يطلع في مؤتمر أو أي حاجة يتكلم عن هذا التشكيل أو قبول له هذا التشكيل بالضبط وبيعتبره كمان كان مسؤول عن أمين عام لجة الانتخابات يعني مفترض أن كان هو يبقى لي دور واضح في هذه الأسئلة المطروحة لشير بجاته الحقيقة صمت عنها تماما وتصور أن هو يعني مطالب أنه يفتح يدفع عن نفسه ويفتح الملفات دي لشير بجاته يعني مطلوب مننا احنا كشعب وقت قد إيه علشان ندي مهلة للوزارة الجديدة عشان نقدر نشوف منهم يعني إنجازات على أرض الواقع وأتأدئي تقريبا يعني يعني أنا شخصيا لقى رأي إيجابية خالص في التعديل الوزاري الحقيقة فمشادي مهل أنا شخصيا يعني لكن لو حبيتي الناس تجرب يعني أتصور مثلا أن شهرين ثلاثة كافين جدا لإزباد توجه الوزارة رايحة فين وجاي منين يعني دا وقت يبقى يعني وهي أدبان من قراتها اللي ممكن تتخذ يعني بتصبح الصالح مين التصالح مع المعارضة هيتم إزاي دا المطلوب من الوزارة الجديدة أو من تشكيل الوزارة الجديدة يعني الوزارة تعديل جه بناء على مطالب من المعارضة بأن لازم يتغير الوزارة ويتشكيل الوزارة جديدة وعلى رأسها هشام أنديل دا ما حصلش ويغير النائب العام ويبطل نعمل حوار لدخول الانتخابات هل تعتقد أن المشكلة يعني بتتكمن في رئيس الوزارة دكتور هشام أنديل هو المعارضة بتقول كده المعارضة بتقول كده المعارضة بتقول كده طبعا فصائل المعارضة كلها وجابة الإنقاذ إن الحكومة هشام أنديل غير جديرة أو غير مؤهلة للإشراف على الانتخابات إنها فشلت في كل ملفات الاقتصادية والسياسية المطلوب التي كانت معروضة عليها فمفترض يتم تغييرها دا ما يحبس قموما إحنا هندي طبعا مهلة للوزارة الجديدة عشان تبدأ شغلها وتستقر في كرسيها وتقدر أنها تعمل خطط ونشوف دا على أرض الواقع ويا رب إن شاء الله بكلنا أمل في الوزراء الجديد إن هم يأثبتون أن هم جادرين بالثقة لإحنا بناديها لهم وإحنا نشوفهم إن شاء الله بيعملون إنجازات على أرض الواقع شكرا جدا يا أستاذ محمد شكرا لحضرتك مشاهدينا كاما عن الأستاذ محمد عسمات وهو مسؤول الطبع الثانية بجريدة الشروق بشكركم جدا على متابعتكم لينا النهاردة لمدة ساعتين مباشرة على الهواء نشوفكم بكرة وكاست عمل جديد ويا رب النهاردة يومكم ويبقى سعيد ترجمة نانسي قنقر